اشتركوا في القناة بعد الارتفاع الذي شهدته خلال الاسابيع الماضية واشارت مصادر مهنية في هذا الجانب الى ان الدجاج يتم بيعه في الضيعة الفلاحية بسعر لا يتعد 14 درهم للكيلوغرام الواحد فيما يصل الى المحلات بسعر قدره 17 درهم متوقعة ان ينخفض السعر من جديد في الايام المقبلة وشهدت السوق الوطني ارتفاعا ملحوظا في اسعر الاعلاف المواجهة للدواجن الامر الذي عللت به الفعالية المهنية دواع الزيادات في اثمان الدجاج ومع حلول ايد الاضحاء خفض الطلب بشكل كبير للغاية على الدواجن مقابل ارتفاع الطلب على اللحوم الحمراء التي تنال القسط الاوفر من الاستهلاك طيلة ايام هذه المناسبة الدينية والاجتماعية ترجمة نانسي قنقر